وبيقولك طبعاً ألف مهروق ممكن طبعاً مباراة مهمة جداً وصعوبتها النهاردة جاءت كمان فيه ممكن غلق المساحات والطريقة اللي ممكن لقى بيها نادي المقولين العرب لكن بشكل عام شايفت الجيم النهاردة إزاي والفوز بمسل النادي الحمد لله طبعاً على كل شيء يعني فيه مباراة هتبقى كده هيبقى ده شكلها وده رتمها وده النهاية بتاعتها المهم ان انت تلعب لحد الثانية الأخيرة بطولة الدوري ممكن تيجي في اللحظة الأخيرة يبقى عندك الإصرار ده يعني وارد جداً يبقى تلعب جيم قدام فرقة هي كمان طبعاً محتاجة النقطة بتأكيد والثلاث نقاط فهو ده طبيعي جداً هتلعب جيم دفاعية لكن الحمد لله على كل شيء التحضير كان جاي جداً على كبسائل الحقيقة وكمان التغييرات ما تفرق ويمكن لعيبة ما ربنا بيوفاها في التغييرات زي صلاح محسن ده قبر بيحسب للجهاز الفني ويحسب كمان للأي بتشوف التغييرات وماذا تأثيرها في مبارات زي نحن كلنا واحد يعني اللي بدأ اللي بينزل ما بيلعبش خالص كل واحد يعني في الأول والآخر اللي بيكسب هو آآ النادي الأهل خلينا بس كل مباراة كده هنقفلها يعني هي بطولة الدوري مش تيجي غير بالشكل ده مش تيجي غير ان انت هتبقى عندك حال التعب شديدة جداً بس تورس على نفسك عندك 12 مباراة دلوقتي فضل لنا 12 مباراة يعني عندنا الأفضلية بس عايزين نحافظ عليها ان شاء الله خلينا بس ناخد كل حاجة بوقتها وكل حاجة واحدة واحدة كده هنسافر يوم استبت ان شاء رحمن على السويس بإذن الله ونلعب مباراة مع المقصة وبعدين ان شاء رحمن نستعد للنهاية لأفرقبز مباراة المقصة مباراة مهمة يتبقىنا ثلاث نقاط ونبدأ نفكر بقى بكل قوة كبسة كل مباراة يعني أنا الحقيقة مش 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 بشوف أنا هلعب مين المطش الجاي أنا عايز ألعب عايز أخد ثلاث نقاط المطش الجاي هلعب مين بفين توقيت ايه يعني تعبان مش تعبان لازم يبقى عندنا الفكرة ده يعني المستوى الإدارة كبتزايد تم التنسية مع صفارة المغرب يعني عارف طبعا لسا الأمر لك على المستوى الإدارة يحطنا في الأجواء وتمن الناس والأمور ماشية ازاي بنا كويسة في حال التواصل مستمرة كبتسامير عدلي وطعم الإداري كل المجموعة عندي في الشغل يعني الحمد لله ربنا يعملين شغل كويس قوي إن شاء الرحمن ربنا يكللها بالنجاح بإذن الله ونرجع بالعشرة بإذن شكرا شكرا